فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامعة الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين ما زلنا نتأمل ونتدبر في أسماء الله الحسنة وربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة البقرة واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العظيم الحليم من أسماء الله الحسنة وورد في القرآن 12 مرة نشر مرة ورد في القرآن ما معنى هذه الكلمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد معنى كلمة حليم مأخوزة من الحلم هو طبعا يعني ذو الصفح أو مع الأناه الصفح مع الأناه وأيضا الذي لا يستفزه غضب غاضب ولا يعني معصية عاصن فيعمل إلى هذه الأمور الصفح الأناه يعني يصفح ثم يتأنى يعني يصبر الأناه هو معنى الحليم يعني الذي لا تسرع في العقوبة يصبر لا تسرع في العقوبة وإنما يتأنى ويعني هذا بشكل عام بالنسبة إليه سبحانه وتعالى هو فعلا أنه الحليم يعني الذي لا يعجل بعقوبة العباد تأتي هنا مرة أخرى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دم إذن وصابر عليهم وحليم حتى نقول حليم وكريم وألا هذا في الحديث الشريف دائما لا إله إلا الله الحليم والحكيم كان يعني إذا حل به كرب كان يدعو بهذا الدعاء وهو بهذا المعنى اسمه من أسماء الله التسعة والتسين اللي هو يعني بمعنى لا نقول بمعنى الصبور وده إن شاء الله سنفرق بين الحليم والصبور وإن كان الحلم يستلزم الصبر يستلزم طبعا يستلزم الصبر لكنه ليس معناه هو الصور بينهما فروق إن شاء الله نتضرق إليها مستقبلا طيب على ذكر الفروق يا مولانا ما الفارق بين الحلم والحلم الحلم بكسر الحق والحلم بضمجه نعم وهذا يعني كثير ما يشتبه على الناس فعندنا حلم وعندنا حلم حلم ده هو الفضيلة من أو يعني الصفة من الصفات من الفضائل يعني المطلوبة للإنسان أن يكون حليما حليما جاي من حلم لكن حلم ده بمعنى الرؤية في المنام فأيضا الاختلاف يكون في أصل الفعل ثم في المصدر ثم ما اشتق منه فمثلا أصل الفعل بالنسبة للحلم اللي هو فضيلة هو حلمة ما نقولش حلمة بالنسبة للفضيلة نقول حلمة الرجل حلمة فهو حليم يعني حلمة حلمة حليم طبعا هذه اللغة العربية هو دقتها الشديدة في أنه يعني إذا تغيرت شكلة حرف المعنى يتغير طبعا لكن الحلم بمعنى الصفح معناها أنه الحليم يتخلى عن معاقبة المخطئ لكن في مثل إحنا دائما بنا نردده إنه من أمن العقاب أساء الأدب فزي نفهم هذه المفارقة؟ لا هذا يعني الأمثال هي أمثال للناس وليست لله سبحانه وتعالى فمن أمن العقاب أساء الأدب ده في النسبة في النسبة للبشر طبعا وعقاب الله لا يؤمن يعني لا يمكن أن شخص عبد بن حماد مؤمن يفكر في أنه سيفلت يوم أما من الأيام إما من العقاب يوم أما من السواب فعقاب والسواب لا يمكن الشك فيه أبدا حتى يقال هذا ثالثا أنه المسيئين كما قلنا مثل المحسنين ببعض الصفات زي اللطف مثلا فاللطف كما يشمل المؤمنين والصالحين يشمل الكفار والفسق والعصاء أيضا الحلم يعني وإن كان الحلم يختص بالصبر على العصاه وعلى المسلمين وعلى الكفر فلكن يعني يجب أن نفرق فرق دقيق لكن سهل إدراكه يعني هو الحلم إسقاط العقوبة إسقاط العقوبة فالله سبحانه وتعالى يعني صبر على الكفار وعلى الخارجين على حدوده في الدنيا وأسقط عنهم العقوبة لأنه أخر العقوبة إلى يوم القيامة في الفترة دي فترة إسقاط العقوبة إسقطها في الدنيا هو حليم لأن الحليم إسقاط العقوبة لكن حين ينزل بهم أو ببعضهم العقوبة في الدار الآخرة يكون صبورا لأنه أخر العقاب ففي فرق بين تأخير العقاب وبين إسقاط العقاب تأخير العقوبة أو إسقاط العقوبة فالحلم يتعلق بإسقاط العقوبة وليس بالتأخير لأن التأخير ليه اسم تاني اللي هو هنتكلم عنه اسمه الصبور الصبور هو الذي يؤجل العقوبة فهذا معناها أن معاملة الله سبحانه وتعالى للخارجين على الحدود سواء كان كفرا أو معصية أو كذا أو حتى ظلما يعني هذا يسمى حلم لأن العقوبة مؤخرة إذا نظرنا إليها حين يعني تقع العقوبة بالفعل فإن ربنا نسميه الآن صبور ولما بنقول إسقاط العقوبة يا مولانا بنقول عند المقدرة بالضبط نعم مش إسقاطها عجزا يعني إنه لو واحد إسقاطها عجزا ده يبقى صحيح هذا من تمام تعريف حلم لأن الحلم أو الحليم هو الذي لا يعجل بالعقوبة أو يسكط بالعقوبة عن مقدرة ده مشروط أولا بأنه هو يعني عنده أنا وعنده صفحة وعند الشرط وأن يكون عن قدرة أما إذا كان عن عجز فهذا الاسم لا يستحب لكن هنا قد يتبدر سؤال يا مولانا على ذهن البعض لما بنشوف أنه قد إيه ربنا سبحانه وتعالى حليم مع كل البشر المؤمن منهم والكافر طيب ما الحكمة في أن يكون ربنا سبحانه وتعالى حليما بالصهاينة برغم ما يفعلوه في قطاع غزة على سبيل المثال نعم هو أسقط العقوب عنهم مأقتا إنما لهم عقابهم الذي يليق بإجرامهم الذي يرتكبونهم عن ناس وعباده ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصال وقد يكون يا مولانا من حكمة الحلم عند الله سبحانه وتعالى تأخير العقوبة لأنه ربنا يعلم أنه هذا الشخص سيتوب على سبيل المثال طبعا نعم نعم كل ما هو الحلم ده إما أنه يعني باب اللطف فرصة ليتوب أو الحلم بأنه حتى لو لم يكن يتوب وحقت عليه الكلمة العقاب فإنه أجل هذا العقاب أو أجل الامتحام بعد العام الدراسي طبعا نأتي بقى للدرس الأهم في هذا النقاش دائما وهو كيف نترجم إيماننا ومعرفتنا اليقينية بأن من أسماء الله الحسنة الحليم كيف نترجم ذلك في أفعالنا وفي حياتنا نعم هذا طبعا واضح وهو يعني التدرب على الصفعن الآخرين يصفح ويعفو يعفو لا صفح يعني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما سيدة عائشة يعني تحنت في موضوع المعروف يعني وكان هذا الشخص الذي اتهم سيدنا كان ينفق عليه سيدنا أبو بكر فأقسم أنه لا ينفق عليه بعد ذلك سبحان الله يعني القرآن نزل وكأنه ويعاتب وقلوا لا تكسم وألا تحبون أن يغفر الله لكم يعني أنفق عليه مرة أخرى فإلى هذا الحد أن مطلوب من المؤمن أن يكون صفوحا وغفورا وأن يتأثر بهذه الأسماء ويتدرب عليه وأن يكون يعني حديثه للناس يعني كما قلنا صدقة التبسم صدقة أيضا ألا يعجل إذا أخضأ معه أحد إذا عاتبه أيضا يعاتب اعتابا رقيقا لا يأخذ موقف منذ البداية وأنه لا يكلمه ولا يراه ولا يتصبيه بالتليفون وخاصة إذا كان من الأهل أو كان مثلا أخته أو كذا أو كذا فلنتنبه إلى هذا هذا يعني والذي يعني يساعدك في التدرب على هذا هو دراسة صفاته صلى الله عليه وسلم في سيرته ففعلا دائما يعني لو كل يوم الواحد يقرأ في كيف كان يغفر فكيف كان يصفح كيف يعني كان حليما حتى مع الحيوانات حتى مع الأطفال وحتى مع الكائنات إنه صلى الله عليه وسلم يعني لما يحرم على المحاربين المسلمين أن يهدموا مبنى في جيش العدو وأن يقتلوا أعمى أو أن يقتلوا أقطع أو أن يقتلوا مرأة أو أن يقتلوا طفلا أو حتى قالوا أن يقتل حيوانا إلا إذا احتاجه للأكل فقط وبقدر ما يحتاج أو يقتل أو يفرق نحلا أو يحرق نخلا شيء عجيب كل هذا في جيش العدو وقال كل ما لا يتصور منه مشاركة فعلية في حمل السلاح والقتل يحرم التصدي له الراهب في صومعته يحرم قتله أو التعرض له قارن بين قواعد القتال في الإسلام وبينما يحدث الآن في قطاع غزة القطاع غزة واحدش الآن كل الحاجات يعملوها بالضبع أكتر عملوها أكتر طبعا يعني تعقب النفار يعني يزعجوهم أو يعني لازم يطلعوا يخوفوهم ولما يطلعوا لقم سائغ يعني خلاص أصبح الصائد مستريح وهو يصيد الصياد وطبعا أطفال نساء رجال مرضى لا يهم مساجد مستشفيات مساجد مستشفيات جامعات بيوت واحنا حقيقة أنا أشوف هنا كثيرين من الضلاب والضالبات اللي هم عندنا ساكنين في المدينة الجامعية من فلسطين وكثير منهم بيجي البيت انهدم على كل الأسرة طبعا هدم كل الأسرة في بعض الفاررين منهم بيرجوني أن أنا يعني أشوف الفاررين دول ويعني أجد لهم مسكن والحمد لله يعني بن سعد في هذا إنما يعني ما حال تلميزة هنا مثلا في كلية الدب في كلية العندسة في أي كلية من الكليات ويأتيها الخبر بأن أهلها دمروا في لحظة نفسي تتبقى ازاي دو تكمل تعليمها ازاي دو يعني ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فضيلة الإمام الأكبر الأساد الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامعة الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين شكرا جزيلا لكم على هذه النفحات النورانية شكرا جزيلا وأحبائنا الكرام نشكركم على طيب المتابعة ونلقاكم في حلقة مقبلة مع الإمام الطيب سلام الله عليكم رحمته وبركاته